الأرق هو صعوبة النوم أو الاستمرار فيه وقد يكون تجربة مزعجة تؤثر على جودة حياتك اليومية للتعامل معه يمكنك اتباع هذه النصائح واحد تحسين عادات النوم ثبت وقت النوم والاستيقاظ حاول الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت يومياً ابتعد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم الضوء الأزرق من الشاشات يمكن أن يعطل انتاج هرمون الميلاتونين انشئ روتيناً مريحاً قبل النوم مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ اثنان بيئة نوم مريحة تأكد من أن الغرفة مظلمة وهادئة استخدم ستائر تعتيم أو سدادات أذن إذا لزم الأمر تحكم في دربة الحرارة اجعل الغرفة مريحة وغير حرة أو باردة اختر فراشاً ووسائد مريحة جودة الفراش تؤثر بشكل كبير على النوم ثلاث تحسين العادات الغذائية تجنب الكفين والنيكوتين مساء كلاهما منبهات يمكن أن تعيق النوم تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم الطعام الدسم يمكن أن يسبب الطراب النوم تناول وجبة خفيفة صحية إذا شعرت بالجوع مثل الموز أو اللبن أربع النشاط البدني وإدارة التوتر مارس الرياضة بانتظام لكن تجنب التمارين فقيلة قرب وقت النوم جرب تمارين الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوغة اكتب مخاوفك إذا كنت تعاني من التوتر حاول كتابة ما يقلقك قبل النوم لتفريغ ذهنك 5- قلل من استخدام المنبهات والمنومات تجنب النوم أثناء النهار إذا كان لابد من قيلولة اجعلها قصيرة من 20 إلى 30 دقيقة لا تعتمد على الأدوية المنومة استخدامها لفترة طويلة قد يؤدي إلى الإدمان أو تقليل فعاليتها 6- استشر الطبيب إذا استمر الأرق إذا كان تعاني من الأرق لفترة طويلة أو كان يؤثر بشدة على حياتك اليومية قد يكون من المفيد التحدث مع طبيب أو إخصائي نفسي الأرق المزمن قد يكون مرتبطا بمشاكل صحية أو نفسية تحتاج إلى تقييم وعلاج تمارين يمكن تجربتها للتغلب على الأرق تمارين التنفس 14-17-8 استنشق من الأنف لأربع ثوان احتفظ بالنفس لمدة سبع ثوان ثم أصفر ببطء لمدة ثمان ثوان تخيل مكاناً هادئاً مثل شاطئ البحر أو غابة هادئة وركز على التفاصيل الحسية لهذا المكان اتباع هذه النصائح يساعد في تحسين جودة النوم بشكل ملحوظ وجه النائم